اشتركوا في القناة في الجزائر والمغرب مشهورة بالصميت اللي وصلوا ملينا ما بعملاش بالدقيق خالص نهائي وفي مصر مشهورة بالدقيق كاملة لكن النهاردة ان شاء الله هنجمع بين الاثنين هنعمل بالدقيق وبالصميت التفتيلة حاجة صحية جدا مية في المية بالدقيق بس لوحديها بيبقى مش الطعمة بتداش التركة او الطعم بتاعها لما يكون بالصميت والدقيق حاجة من الاثنين هنعمل حاجة زي ما اتفقتوا مع حضراتكم قبل كده ان لازم الاكلة بتاعتنا تتعامل بمستوى صحي مية في المية مش اي اكلة وخلاص نعملها في مطبخنا ومدام جهاز المناعة مطلوب مننا يبقى اذا نعمل حاجات لجهاز المناعة للكبار والصغار وبالف انا وشفها وكل سنة وانتوا طيبين النهاردة اول يوم منزل حجة يارب يعود علينا وعليكم كل الايام بخير ويجعل ايامكم كلها فرح وسعادة وتستقبلوا العيد بكل هنا وسرور واول ما نبدأ نقول بسم الله على بركة الله معنا نص كيلو من الدقيق ونص كيلو من الصميت هنعمل حاجة بسيطة لو حضراتك عايزة تزاودي بتزاودي نفس المعيار كيلو كيلو اتنين كيلو اتنين كيلو على حسب عدد افراد الاسرة هنبدأ بنص كيلو من الصميت تركاتها بسيطة جدا وحاجاتها بسيطة بس اهم حاجة في التركة ان احنا نعملها بطريقة مصبوطة 100% نص كيلو الصميت ونص كيلو الدقيق ومعايا المية للعجن فيها حوالي رشة ملح حاجة بسيطة هنعملها حلو وحادق الحلو بتاعنا الحلو الحادق لو حضرتك هتعملها حادق بس تنفع على شربة اللحمة او شربة الدجاج او شربة البط او الوز اي شربة من الشربات بنحطها عليها بيبقى طعمها جميل جدا بالنسبة للحادق لكن لو حلو وحادق هستخدمها الحاجة واحدة بس ان يكون تلت الحلة بتاعتي اللي هي حلة الكوسكوسي التلت بتاعها مية بس مية من غير اي حاجة وهنحط لها معلقة النسبة في الاخر بعد كده ضفنا نص كيلو الصميت ونص كيلو الدقيق ورشة المية بسم الله نبدأ بالبخاخة بالايدين رشة رشة لو حضرتك مفيش عندك حلة الكوسكوسي بتبدأ ايه تعمليها على مصفة بحلة مضغوطة عليها من فوق مفيش اي مشاكل سنة سنة محضراتكم هاو بحطينا الصميت والدقيق والمقدير قدام حضرتكم على هاو مقديرها خفيفة وسهلة وبسيطة واهم حاجة في تركاتها في تركاتنا وحركاتنا بيكون المية ما يكونش كتير بنبدأ نعملها زي المبروم بالزبط هي مسمينا في البلاد التانية بالمبروم بنبروم فيها وبنخليها حبيبات جميلة من غير ما تتلت او تتعجم مننا شوية رش المية شغالين في رش المية على طول باستمرار والتقليب باستمرار الصميت بيعملها تركة حلوة جدا وبيخليها الطعم بتاعها والفايدة بتاعتها حلوة جدا جدا نعملها بالخضار كوسة والبطاطس والجزر هنشوفه قدام حضراتكم واحدة واحدة ونعملها حلو بالمكسرات والسكر بالحليب بيبقى طعمها لذيذ جدا جدا امكانيات بسيطة وسهلة بقى قل الامكانيات موجودة في كل بيت واحدة واحدة مع حضراتكم شغالين في البخة على طول ونبدأ نعملها بسم الله لو ما فيش بخاخة عند حضرتك بالمية عادية مع رشة الملح وابدأ ارش شوية شوية وابدأ افتل في الكوسكوس التاع الجميل او التفتيلة او المبروم على حسب او رمل الحنة الصميت بتاعها بيكون صميت اصفر متوسط ولا هو خشن اوي ولا هو نعم جدا حاجة بسيطة بتقعد حوالي ساعة ونص بالزبط في النار ساعة ونص على النار نقلب بالراحة واحدة واحدة قدام حضراتكم بنختار لكم اكلات بيكون خفيفة وممكن كتير او بيبقى مش عارفها بنعرفها لكم واحدة واحدة بتركات بسيطة وسهلة كيلو الدقيق نص كيلو الدقيق مع الصميت بيعمل معايا اطبق كتير في الحلو والحادة وحاجات صحية جدا ومش مكلفة خالص بتتعمل على اللحمة شربة اللحمة نصلق فيها اللحمة فيش اي مشاكل ويبقى الحلة بتاع الكوسكوس عليها من فوق او المصفة ابدأ انزل بالمية على طول بخاخة والتقليب مستمر عشان تعمل معايا الحبيبات الجميلة بسم الله هرش وهاقلب حاجات بسيطة تكنيات بسيطة جدا وسهلة جدا ودي ايه والصميت على حسب ما تحتاج المية بتاعتها ما تعمل معايا حبيبات كاملة ايه بسم الله رشة عشان على طول ما نطولش على حضراتكم ونبدأ نلم كل المطبق بتاعنا معانا وابدأ بإداية هخلي المية تغلغل مع الصميت وال الدقيق محاولش عجنها بقدر الإمكان بسم الله بعيد عن الخضار بعيد عن الصلصات حاجات جديدة وحاجات تغير فيها براحتك وتشكل في مطبخنا زي ما احنا عايزين بتركات سهلة جدا وبسيطة جدا في المغرب والجزائر وتونس والليبيا عندهم زي الرز عندنا بالزبط في كل المناسبات عندهم وكل الوجبات وفي كل المناسبات ربنا يحفظ كل الشعوب العربية رب من كل سوق بسم الله نسم شاطمية وابدأ زي ما احنا شايفين اهو ابرم فيها نستخدم المنخل السلك او الاستلس موجودة لوقت الحاجات الحديثة لكن من فتأة دي متاه وتوه الناس معاه نعمل ونشتغل من ايام زمان موجودة من سنين اكلات ما شاء الله عليهم عندنا الستات الكبار مبدعين في الحاجات دي ربنا يحفظهم لنا يا رب بعد كده بعد ما بدأ افتل هبدأ اجيب المنخل بتاعي عشان اغارب الفيه واطلع حبيبات كلها مزبوطة شوية ديق كمان مشهط مية كمان حاجة بسيطة ساعة ونص بالزبط اسمها الاطفال الاولى بتنزل على النار ويكون نار بتغلي مية بتغلي بعد كده بردها تاني نفس الردة بسنة مية عشان نستخدم حلو حادق لو كانت حادق بس نستخدمها في الشربة نضيف عليها شوية من الشربة ونفلفلها نفس التكرار تطلع معاكم جميلة ولزيزة جدا نبدأ نجيب الغربال بتاعنا او المنخل السلك بنفس الفتحات في احجام طبعا منه كبير وصغير بنفس الطريقة حاجات كبيرة وصغيرة نفس النظام بعد كده وبجيب وماشى وماشى بيضة استخدام للكوسكوسي بس او شد يكون نضيف بعد كده بالغربال بتاعي او بننخل السلك وابدأ انزل بالكوسكوسي حاجة بسيطة وسهلة بتعام حاجة تركة دي عندي او الشغل الشغل فيها ان انا المية بتاعت ما تعجينش في العجين خالص زي ما احنا شايفين اوه مبروم تطلع كلها حبيبات كاملة مع بعضيها انزل شوية شوية وابدأ افتل فيها او ابرم فيها بنعملها بالطبيعي خالص حاجة طبيعية مية في المية قدام حضراتكم لكن التسوية بتاعتها بتاخد حوالي ساعتين زمن بالزبط او الاصفة منها بترد بعد ساعة ونص بالزبط نردها بمعلقة من السمن وشوية من الشربة ده لو كان حادق لكن لو هتستخدميها حلو وحادق بتستخدم بتحط لها المية بس مية بتنسميها بالمية تدي كلها مخرزة او مفتلة كلها زي ما هنشوفها قدام حضراتكم نعملها بسم الله انزل ايام طبعا ايام ناس كتير صايمة فيها ايام مفترجة ربنا يحفظكم يا رب ويعود عليكم دايما الايام كلها بخير صنفوا وشكلوا والعيد داخل علينا لازم نشكل على قد امكانياتنا نفرح كل الناس يا رب يفرحهم كلهم ويسعدهم ان شاء الله على طول باستمرار ادي الكسكسي سهل وبسيط طالع معايا رمل كامل مبروم كله سنجل واحد او استنبا واحدة بسم الله صحي مية في المية الصميت فويده كتير جدا جدا بيكوه جهاز المناعة وفيه فيتامينات عالية عالية جامد للصغار والكبار بسم الله بعد ما ابدأ افت الكله او ابرم فيه الغربال بتاعه المنخه للسلك بيبقى الفتحات بتاعته واسعة شوية فيه منه استلس وفيه منه ألمونيا وفيه منه اللي هو العادي كله شغال بنعمل معاها الشربة هنعملها النهار ده على شربة البط بس ان شاء الله لما نطلع منها الحلو وهتشوف قدام حضراتكم واحدة واحدة بكل تركتها وبكل صنعتها بسيطة بتجربي طبعا حضرتك في كيلو في الاول وتشوفي نفعت معاك وبقى زي الفل بنفس تركتنا وبنفس حركتنا بتبدأ تعملي على حسب عدد افراد القسرة كيلو اتنين كيلو ما فيش اي مشاكل زي ما احنا شايفين هو خلاص كده خدناها منجيب القماشة قماشة بيضة بيكون استخدام للكسكوسي بس بيكون نضيفة بعيدة عن البلاستيك خالص وابدأ هنزلها في القماش بسم الله هنزلها في القماش في المصفة او في نحطها في المصفة او في حلة الكسكوسي ما فيش اي مشاكل والمية يكون بتغلي ويكون التلت ما يكونش كمية المية كتير وكل ساعة مثلا او بعد ساعة حضرتك بتشوفي المية بتاعتك لو نقصة تديلها سنة صغيرة زي ما احنا شايفين اهو بعد كده بربط قل وماشة بتاعت البيضة الجميلة عليها ونردها على نفس الطريقة او نص التكرار هنضغطها حوالي ساعة زمن بالضبط او ساعة ونص ساعة هي بتاخد ساعة ونص بالضبط في التسوية على مية بس عشان حلو وحادق هنقدر نستخدمه من الاتنين بعد كده يترد عليها سنة من المية ومعلقة من السمن اي سمن تحبوه ما فيش اي مشاكل ونفلفلها تاني هنطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم نشوف الكسكوسي التاني انامل فيه ورجعنا مع حضراتكم تاني بعد ما عملنا طريقة الكسكوسي او مبروم او التفتيلة او رمل الحنة مشهورة جدا في بلاد الجزائر والمغرب وتونس وليبيا ومشهورة معاهم انهم بعملوها بالصميت او السلمالينة بس صميت البسبوسة صميت البسبوسة بيكون بياخد اللون الدهب الاصفر عشان كده بيسموه رمل الحنة بعد كده ضفنا عليه شوية من المية معلقة او رشة ملح بسيطة وبدأنا نقلب نصف كيلو الصميت مع نصف كيلو الدقيق قلبناها تقليبة مع البخاخة كاملة او نرشها بالمية لحد ما برمناها او لفناها عملت حبيبات كاملة جبنا المنخل السلك بتاعنا وبدأنا نعملها واحطناها على المية بتاعتنا طبعا بتاخد حوالي ساعتين زمن وليدك الوقت طبعا فيه للستوديو لأسف شو نقدر نسويها تاسوية كاملة معلوماتنا بيكون صحيحة وبمصدقية كاملة يعملوها بنفس التركة بتاعتنا مصر جدا مشهورة بيها بالدقيق بس لكن احنا النهاردة عايزين نقوق جهاز المناعة وعشان نجيب اي اكلة لحضراتكم لازم نجيبها صح الصح لكل حاجة مفيدة جدا مية في المية بعد ما هتقعدت حوالي معايا ساعتين زمن بتاخد ساعتين بالزبط زي ما احنا شايفين اهو بسم الله هنشوف المية المية بتاعتنا بيكون التلت بالزبط ويكون بتغلي مية بتغلي يكون التلت مفياش اي حاجة ولو حبيتوا اضيف عليها معلقة من الزبدة مفيش اي مشاكل بعد كده بعد ما هتقعدت حوالي ساعتين زمن الردة الاولى او الاطفاة الاولى بتوع الساعة ونص بعد الساعة ونص بالزبط بجيب الكوسكوسي وابدأ تغبطين وانزله على بالشاشة بتاعي او الشاشة او قمشة المطبخ النضيفة انزل بيها بسم الله بسم الله على بركة الله عمل طبعا الكميات على حسب عدد افراد الاسرة زي ما احنا اتفقنا بنردها بسم الله زي ما احنا شايفين رمل كامل اهو حبيبات كاملة بعد ما تردت الردة الاولى او الاطفاة الاولى ورجع التاني بعدها بنص ساعة هتاخد ساعتين على حسب عدد او على حسب النار بتاع حضراتكم بحط معلقة من الزبدة او السمن البلدي ليها واقلب بسم الله هقلب فيها عازين نحط بقى التوابل بتاعتها الجميلة في الحادق بس الكسكس بيطلع طبعا بيبقى سخنة جامد ويبقى يكون كتلة واحدة في الردة الاولى اللي بيخليني اعرف ان هي استوى تسوى كامل بيبقى تكون كتلة والحبيبات بتاعتها حبيبات زي ما احنا شايفين بعد ما نعملها اول مرة اول مرة بنردها مدام حلو وحادق حلو وحادق بنعملها بالمية بس لكن لو كانت حادق بس من غير ما نحط عليها الحليب او المكسرات او اي حاجة بنضيفها على شربة اللحمة او شربة الفراغ او شربة الطيور التانية اي طيور تحبوها او اي لحمة تعملوها زي ما احنا شايفين حاجة جميلة وصحية تتاكل بقى حاجة مع البط او الوز عملناها النهاردة مع البط شربة البط الجميلة حطينا فيها الخضرة زي ما احنا شايفين او هنقلب فيها بسم الله سهلة جدا وبسيطة وشرحة بسيط يارب يكون المعلومة بتوصل لكم لكل سلاسة بعد ما بنحطها في الشاشة ومندخلها على النار حوالي ساعة ونص ساعة ونص ما تخافوش خالص بتاخد وقتها براحتها بنردها اسمها الاطفل اولى نزود عليها شوية من المية ونعملها حبيبات صفرة كاملة بعد كده بنردها تاني ومعلاقة سامن نردها تاني على حلة الكسكوسي تطلع معانا زي الفل وجميلة مية في المية بألف انا وشفة ليكم نبدأ نجهز لو حضرتك عايزة تسخنها تاني ما فيش اي مشاكل لو بردت او اي حاجة في الشاشة وننزل على ننزل بيها على المصفة بتاعتها تتسخن تسخين كامل بيبقى جميلة من غير ما تطلع متعجنة مني او اي حاجة نبدأ نجهز صفرة بتاعتنا بسيطة وسهلة واقتصادية مية في المية امكانيات بسيطة بتطلع معانا تلكات حلوة جدا جدا نبدأ بقى ننزل مشوه من الفلفل الاصمر على الحادق اتحكم فيها زي ما انا عايز او اعمل فيها اللي انا عايزه وادي شربة البط عاملها حطت فيها البصلة والجزرة والطماطم وحطونا فيها الخضار الخضار طبعا بيتعامل على مرحلتين بالنسبة للبلاد التانية بتعامل في المصافي على البخارة على طول استوي ما فيش اي مشاكل او في الكسكوسي برضو في قلب الحلة اللي بنسوي بيها ما فيش برضو اي قدنى مشكلة حلوة وهادي باقة الكسكوسي بتاعنا والشربة بتاعتنا هنطلع منها بعد ما تبلناها بيل مستيكا وبيل مستيكا بسم الله دي الحلوة بتاعنا نزود تبلناها بالمستيكا والحبهان وورق اللوري وحطينا فيها بصلة وحبايات طماطم والبصل والطماطم والجزرايا تطلع معاكم حاجة جميلة مية في المية دي واحدة تشكلات تشكلات اكلات خفيفة ومسيطة وسهلة ومشهورة جدا في البلاد العربية وهادي ايه البطة بتاعتنا الجميلة على الكسكوسي بحاجات خفيفة بحاجات خفيفة وبسيطة وسهلة واقتصادية مية في المية الشربة بتاعتنا طبعا حطينا فيها سنة من الملح خفيف بعد كده هنضيف عليها التوابل الجميلة الحبهان وورق اللوري وجسط الطيب احنا ضفناها بيكون حصة بعد كده سنة فلفل قصمر صغيرة وفي الشربة بتاعتنا بسم الله ننزل بالشربة عشان يكون الطبق بيتعمل فيه بلاد طبعا بتعمل جمبيها صلصة احنا بنعمل جمبيها الصلصة الحمرة او الشربة الحمرة بنحمر البصلة بتاعتنا جامد بنحمر البصلة تصفر بننزل بيها بكباية من عصير الطماطم كباية من عصير الطماطم وننزل بيها تطلع معانا صلصة جميلة شربة جميلة مع شربة البط الدسمة الف انا وشفا ليه اللي هياكل ايام طبعا ايام صيام الناس تبدع وتفنن في مطبخة وبقل امكانيات اقتصادية مية في المية وحاجات خفيفة وصحية والله وانا العشرين تانا ده وادين فين انت ما فيش خش اهي خش يا فنان متفضل يا فنان متفضل بقى نجاو على السئلة بتاعنا يا صحب ابن الشربة الجميلة السخنة على الفطار عادي بقى عادي هو بس انت الفلفل الاصمر والتواب المشكلة بتاعتنا خفيفة وادين بسم الله بس اكا طبعا البط بتاعنا بعد ما نضفناه نضفها كاملة قعدناه حوالي ربع ساعة بالزبط في الخل والمية في الخل محلول الخل والمية دايما في الطيور كلها بستخدم معلقة من السكر معلقة من الملح شوية من المية ومع كوبية من الخل بتعيني الزفرة خالص ده على الطيور كاملة سلقناه مع الشربة بعد كده ضفنا عليها بعد كده ضفنا عليها شلناه وحمرناه في شوية من شوية من السامن والزيت او ممكن حضرتك تدخليه في فرن مفيش اي مشاكل واد الخضار الحج فوزي السلام عليكم يا حج فوزي سلام ورحمة الله وبركاته يا مرحب بيك يا حج فوزي منور كلام وأنتم بخير وانت بكمال الصحة يا عم الحج وربنا يحفظك وزيد معاك تفضل اللهم امين يا حج اللهم امين يا حج اللهم امين ربنا يحفظك لنا يا رب وزيد ربنا يحفظك اعمل حج طبعا مين يا شرب على عنينة يا حج على عنينة اللي انت عايز وعنينة عنينة ليك يا حج ربنا يحفظك اتفضل سيت الكل مرحب بيكم سلام عليكم وعليكم السلام يا سيت الكل يا مرحب بيكم وعليك يا سيت الكل ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب وكل سنة وانت طيبين يا رب السنة الجاية كده تكونوا في زيارة بيت الله الحرام يا رب في الحج يا رب اللهم أمين يا ست الكل اللهم أمين يا ست الكل اللهم أمين يا ست الكل ربنا يحفظك يا ست الكل وكل سنة وانت طيبين كل سنة وانت طيبين تسلم تسلم ربنا يزيدك كل سنة وانت طيب يا حج بكر السلام ليه وصل يا ست الكل عيني أقوله كل سنة وانت طيب يا حج بكر انت بكمال الصح يستيكل وزي ما نو سامعك الوقت ان شاء الله كل سنة وانت طيب ودايما بالصحة والعافية يا رب دايما بالصحة والعافية تسلمي كل سنة وانت طيب يستيكل مادام عليها سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا سبت كل مرحب بيك كل سنة وانت طيبة وامريني الله يتخلين انت طيب لو سمحت كنت عايزة على الطريق أشوي الفراخ ازاي أكل ايه؟ أشوي؟ او عايزة اشوي الفراخ على الشوية عينين 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 تحت امرك تحت امرك اقولك على الطريقة بتاعتها الوقت حالا حالا حاضر حاضر هقولك على طريقتها تشوي الفراخ تقطع تقطع معانا الوقت كده دي الشربة الحمرة بتاعتنا بالبصل وال بالبصل المحمر بعد محمرنا البصلة ضفنا عليها كباية من عصير الطماطم وضفنا عليها الشربة بتاعة البط بتاعنا بعد كده ناشو أستاذ الشروق السلام عليكم زكى يأستاذ الشروق مرحب بيك الحمد لله وانت عاملا والله الحمد لله تمام عامل حاجات حلوة وعليك تسلم يا غالي بنوّر استاذ والله تسلمين يا حبيب تسلمين اديك على الكنلات الجميلة انت عسل يا شروق تسلم تسلم يا شروق وتسلم اديك على التفتيلة تسلم يا حبيب تسلم التفتيلة او الكسكس او المبروم كل حاجة مشهورة بيها بطريقة حلوة وصحية شوكرا الاتصال يكسبت اساكور ادي الحلو بتاعنا والستاذة اقبال سلام عليكم اهل سهاج مرحب عليكم السلام عليكم ازيكي او استاذة اقبال مرحب بيكي عامل ايه اقبال عامل ايه اقبال مرحب وامرينا تسلم تسلم ربنا يحفظك ويزيدك تسلم تسلم ربنا يحفظك يا رب ويزيدك وبركلك في اخواتك يا رب عندك ايه سؤال معلعنين يا باشا علعنين استكلت مرحب بيك تفضل ويادي المكسرات بتاعتنا التانية الفراخ بتاعتنا عشان نشو فراخ صح وتطلع معانا مظبوطة 100% يكون الفرخة بتاعتنا صغيرة كيلو وربعمية او كيلو ونص بتتقطع حوالي 8 قطع صغيرة 8 قطع بعد كده بننزل ب2 عدد من البصل 2 عدد من الفلفل 3 صصوص من التوم كباية من الخل وحباية من الطماطب بنضربها في الخلاط وبنصف فيها ناخد المياه بتاعتها بس وننزل بقى لو بابركة توم بودرة بصل بودرة 7 توابل مشكلين بتوعنا بعد كده بسيبها حوالي ساعة زمن لو عايزة حضرتك نحطها علبة الزبادي بيكون افضل يخلي الفراخ معايا طرية وجميلة علبة الزبادي ومعلاقة التوم بودرة وبصل بودرة بعد ما بصف البصل والطماطم والفلفل والخل بعد كده بنزل أسيبها حوالي ساعتين 3 في التلاجة وبابدأ أشو فيها على أي شواية في الفرن في أي حاجة زي ما انتوا عايزة تطلع معاكم الطعم والتركة جميلة جدا وحلوة وممتازة أستاذ عبر حون سلام عليكم أه 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 أيوة قول أستاذ عبر حون سلام عليكم أم لا والله الحمد لله تمام كل سنة انت طيب وانت بكمل الصحة يا حبيبي انت أه قول تسلم إليك على أكلتك الجميلة انت عسل انت عسل يا باشا وأنا بتطاير شوكرا يا عبد رحمان يا حبيبي وانت بكمل الصحي يا حبيبي تسلملي يا غي تسلملي الله ينور عليك وعلك يا سكر وانت سكر إن نور الشاشة والله يا حبيبي شكرا شكرا لك شكرا لإنتصلك يا عبر رحمان شكرا يا حبيبي ربنا أبارك فيك يا رب أقولي يا عم عزب وإدي السكر البضرة او السكر بعدنا بتطلع على طول وهي سخنة كاملة معانا ادي الطبق التالت او الرابع ومعانا ادي الحليب بسم الله مع الكسكس الجميل ام صلاح سلام عليكم ام صلاح مرحب يا ام صلاح سلام عليكم يا شيف ازاك يا ام صلاح مرحب بيكي كل سنة وانت طيبة وانت بكمال الصحة يا سيتك كل مرحب بيكي ربنا يسح مبناتك يا شيف تسلم ربنا يحفظك ويزيدك يا رب تسلم تسلم عندك اي سؤال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمزة والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللي رحمان الرحيم انا اعطيناك الكوفر فصلي لربك وانحرم شانئك هو الابطر الله يحفظك وزيدك ربنا يحفظك وزيدك وربنا يتقبل منك يا ربه كل سنة وانت طيب حد بطرور وزنب محصور إن شاء الله لكل حد ولمعصبك حد السنادي إن شاء الله السنة الجاية اللي تحرم منها السنة دي يروح السنة الجاية بإذن الله رب إن شاء الله بإذن الله السنة الجاية يروح السنة الجاية وقادي طريقة الكسكوسي بطريقة سهلة أو المبروم أو التفتيلة عملناها بطريقة سهلة جدا ومبسطة أكلات سهلة واقتصادية خدناها أطفى أو وردة من البلاد التانية عملناها بطريقة مخصصة بمشتركة بيكون حاجة سهلة واقتصادية 100% بحوالي نصف كيلو من الصمية نصف كيلو من الدقيق ورشة ملح وشوية من المية عملناها أو عجلناها بدأنا نعمل فيها من غير عجين لازم يكون حبيبات مخرزة كاملة اسمها المبروم عشان بنبدأ نبروم فيها كاملة متكاملة معلشي بعد كده بنجيب الغربال أو المنخل السلك بتاعنا بيكون الفتحات بيكون أكبر شوية وبننزل بيها شوية شوية والنعم الكسكس بتاعنا تطلع معنا الحبيبات الجميلة أو بالشكل الجميل بطريقة سهلة ومبسطة جدا معايما؟ قالوا السلام عليكم قالوا قالوا السلام عليكم عليكم السلام أهليني يا سكر أقمري أقمري كل سنة طيبة وانت بكمال الصح يا حبيبي تسلم كل سنة وانت طيبة وانت طيبة انت عايز عندك اي سؤال؟ لا كنت أتمن عليك بيها تسلم يا حبيبي شكرا يا حبيبي للطماني والله انت عاسلك ده شكرا لاتصالك يا سكر شكرا كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت طيبين ودايما يا رب بالصحة والعافية متهنيين ربنا يحفظكم ويحفظ كل الأمة من كل شر حاجتنا بسيطة وسهلة واقتصادية 100% بطريقة سهلة ومزبوطة كان طبعا لنا سؤال عن المكارونا البشاميل هنقول عليها تاني وتالت ورابع احنا ما بنملش من أسئلكم لان احنا أهم حاجة انتو نقدر نجاوبكم النهاردة ان شاء الله ريزنا المكارونا البشاميل زي ما قلت لحضراتكم قبل كده سبع دقايق بالضبط بتتسلق المكارونا سبع دقايق بعد كده البشاميل بتاعي في 3 معالق من الزيت معلقة من السمن 3 معالق من الدقيق وانزل على نار هادية بننزل على نار هادية بعد كده بنراحة شوية شوية ونقعد نقلب لحد ما بيغير اللون حوالي دقتين في الدقيق بتاعنا بعد كده بننزل بالحليب شوية شوية ونقلب حد ما ياخد القوام التقيل ونقصج اللحمة بتاعتنا فحاول ربع كيلو من اللحمة بصلة و2 فصل من التوم والفلفل وانزل معلقة من الزيت معلقة من السمن بعد كده بنقلب البصلة وانزل بال اللحمة بتاعتنا لو حضرتك أو حضرتك عايز المكارونا بيكون باللون الأحمر تدي معلقتين من الصلصة أو عصير طماطم تتعصج معايا المكارونا كويس جدا بعد كده بننزل باللحمة طبقات لو حضرتك عايزها طبقات بننزل بالطبقة الأولى قبل الصينية بتاعتي بجيب فيها 3 معالق من البشاميل بعد ما بتب البشاميل بتاعي 3 معالق من البشاميل بعد كده بنزل بالمكارونا طبقة بعدين بنزل بطبقة اللحمة بعدين بنزل بطبقة المكارونا أو نقلب اللحمة كلها في قلب بعضيها مع معلقتين بشاميل في المكارونا بتاعتنا وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لو ما فيش عندكم درجة حرارة يبقى في نص الفرن خمس دقائق من تحت بالزط وخمس دقائق من فوق تطلع معاكم اللون الدهبي عايزين تطعموا البشاميل بالاشطة او بالكريم اللباني بيكون حاجة جميلة عايزين تضيفوا جبنة متزرلة او جبنة مشورة برضو ما فيش اي مشاكل السؤال التاني كان عن الكيك الكيكة بتاعتي في النية بتهبط او ما بتطلعش معنا كويس القوان بتاعها ما بتطلعش مزبوط الكيكة بتاعتي حبار عن 3 بضات كباية ونص من السكر نص كباية من الحليب نص كباية من السمن والزيت 3 كبايات من الدقيق كيس بيكون بوضر باخد الكيس البيكون بوضر مع الدقيق بضربهم مع بعض ااخد 3 بضات وكباية ونص من السكر لو حضرتك عندك المكان او المضرب نشتغل عليها حوالي دقائتين بالزبط لو ما فيش نشتغل في الخلاط 3 دقائق نضربها في الخلاط بعد كده بنضيف الحليب ونضرب كمان مرة تانية التلب بضغط مع كوباية ونصف سكر مع الحليب مع الفانيليا أو عصير البرتقان أو بشر اللمون أو بشر البرتقان تطلع معاكم كيكة حلوة بعد ما بدربها حوالي دقائقين بالظبط أو 3 دقايق بنطلع بناخد المواد السيلة ننضيف عليها المواد الجفة اللي هو الديئي والبيكنبادر نقلب بالراحة واحدة واحدة بتركها كويسة بعد كده بنضيفها في الصينية بتاعتها يكون متوسط في التلب بضغط 26 المقاس الوسط بنزل بيها في الصينية ما يكون مدهونة سم ومرشوشة من الدقيق مرشوشة من الدقيق بعد كده بننزل بيها في المقدار كله أو المقدار الجاف مع المقدار السايل ونقلبها تلبها بكيسة وننزل بالصينية ونخبطها تغبطين وندخلها برضو في نصف الفرن درجة حرارة 180 ما فيش درجة حرارة في نصف الفرن لمدة 35 دقيقة بالظبط تطلع معاكم كيكة هشة وجميلة واسفنجية السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم صباح الجمال نشوف ماجد أغوارك صباح الردى عبدالله يا باشا مرحب بيك يا غالي عامل يا فندي مغمار معليك الله يخلليك يا غالي تسلمني تسلمني عامل يا أغمار كل سنة وانت طيب وانت بكامير الصح يا غالي أغمارك عامل إيه كيف حالك ربنا يحفظك يا غالي عندك أي سؤال تسلم يا غالي تسلم يا غالي تسلم يا باشا كل سنة وانت طيب وصباحا للمساء السعادة يا غالي تسلم ربنا يحفظك رب ويزدكم ومبارك فيكم بعد ما ما خلصنا حوالي 35 دقيقة بنسيبها 35 دقيقة في البتاع الفورن بنطلعها وبالسكينة بعد دقيقتين بالزبط من الحروف الكاملة ونخبطها تغبطين ونطلع الكيكة بتاعتنا كيكة ممتازة 100% لو عايزينها بالشوكولاتة نطلعها نحط معلقتين كاكاو نشيل معلقتين من الدقيقة ونحط معلقة من الكاكاو ونشيل معلقة من الدقيقة بتطلع كيكة شوكولاتة ممتازة 100% مع سوش الشوكولاتة اللي هو 50 جرام قالب من الشوكولاتة 50 جرام من الزبدة وربع كباية من الحليب كباية معلقة من الكاكاو وبنزل بيها على نار هادية بسوش الشوكولاتة يطلع معك سوش الشوكولاتة برضو جميل بتكنيك مظبوط عملنا النهاردة حلقتنا كانت حلقة بسيطة وخفيفة جدا حلقة بسيطة وخفيفة تليفونات تبخل تفضل يا فن الحلقة بتاعتنا كانت حلقة بسيطة جدا وسهلة ألو قول ألو سلام عليكم ألو سلام عليكم ألو ألو سلام عليكم أنا اسمي ملك إزاك يا ملك مرحب بيك إزاك يا ملك مرحب إزاك يا سيف إزاك يا ملك مرحب بيك منور الشاشة تسلم يا ملك كل سنة وانت طيبة وانت طيبة تسلم يا غالق أمورينا عندك أي سؤال ممكن تكلم أختك أكلم أختك تفضلي عينينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه ماشي ك pip انت الكل مرحب بيك او ابنور الشاشة والله وبنورشاشة والله او ابنورشاشة والله تسلم عندك اي سؤال كل سنة وانت طيبة وانت بكمال الصحة يا غيال او ابن احفازكم وكل سنة وانت طيبين ورب من اعود عليكم وعلى كل الامة بالصحة والجمال يا رب دايما يا رب العليكم السلام و البركاتم مرحب بيك جاء السلام عليك عالو مرحب بيك جيك كل مرحب كل سنة و انت طيبة اللي ينور عليك و عليك يا سيدة اكل ربنا يحفظك و يزيدك تسلم امو ذياد امو زياد مع عليك يا مرحب بيك يا امو زياد كل سنة و انت طيبة كل سنة و انت طيبة الله ينور عليك و تسلم 그렇게 عن العاجلات الجميلة اللي بتعملها تسلم تسلم يا سيدة dissolve جيك و يحفظك اهلك كلهم يارب شمسين ق As-Raw J suficiente تسلب تسلم, شكر لتصلح يا فنم السلام عليكم نورهان سلام عليكم عليكم السلام نورهان مرحبا عليكم السلام مرحبا كل سنة أنت طيبة يا نورهان و أنت طيب عندك اي سؤال لا نرجو اليوم احنا خلصنا بدري عشان خاطر أسألكم و ليش أسئله في اليوم اللي يكون مفيش كده احنا بقى واحدة في واحدة مفيش اي مشاكل احنا عملناها مع بعضينا الناس اللي هي كانت بتسألنا عن اسئلة شكرا لاتصالك يا فنة اسئلة السنبوسك ام صلاح كانت اسئلة السنبوسك تعملها قالوا السلام عليكم استاذة فاطمة منوري ساسي ازيك يا استاذة ماء فاطمة مرحب بيك كل سنة وانت طيبة وانت حضرتك طيبة مصيف تسلم يا غالي منوري ساسي والله تسلم يا غالي عندك اي سؤال لا احكنا منطمن على حضرتك شكرا يا فنة من الاتصالك وشكرا لك وشكرا لزوقكم كل سنة وانت طيبين كل سنة وانت طيبين استاذ دعاء سلام عليكم عليكم السلام وحبا وكاك ازاكي ازاكي يا دعاء مرحب بيك تقوليك الحمد لله عامل اي دعاء امورينا اه اعيزة اعيزة اقول لبابا كل سنة وانت طيب بمناس بتعيد الاضحة الله عليك يا حبيب الله عليك تسلمي هيوصل لبابا السلام بتاعك هنعمل له اي اكل نعمل استاذ استاذ خالب سلام عليكم شفت ماجد هلو السلام عليكم استاذ خالب الشاعر الجميل بتاعنا اخيرا ظهرته اخبرك يا حبيبي يا غالي كل سنة وانت طيب ودايما بالصحة والسعادة بعيد عليك وانت طيب احنا فتكبناك بقلنا فترة مفيش اي خالص اي اشعار او اي حجات جميلة بتاع حدث بقى الظروف يا ماجد والله اعذرني معلش يا اخوي بنا اعينك يا باشا ربنا اعينك ويحفظك يا غالي بس بعيد عليك وقالك وانت طيب وربي دايما تبصحه انا يا رب اللهم امين يا رب ربنا احفظك والاست Lisa خالد ودا تحية مننا جميلة مني انا لية كل سنة وانت طيبة فن كل سنة وانت طيب ودايما بالصحة والسعادة يا رب قالو السلام عليكم قالو قالو السلام عليكم زيك يا شيك زيكست الكل مرحب بيك وليس انا وحضرتك طيب وانت بكمال الصحة يا غالي تسلمين يoutsري ربنا احفظك تسلم اي ادك علاكاتي الجميلة الله يخليك يا غالي تسلمي ربنا يا ربي يزيدك يا رب تسا لم عندك اي سؤال? على يعنينا طريقة السمين السمين يعتبر يعتبر بيعطمد على الدهن الضاني او الدهن العادي دايما كله بيعطى نسبة الدهون فيه بحوالي نص دهون والنص التاني لحمة مننزل لو لحمة مفرومة او لحمة عادية منقطعها تقطيع رفيعا جدا خالب حوالي لو مثلا نص كيلو من اللحمة منضيف عليها 200 جرام من الدهن 200 جرام ننزل بالبصل والفلفل والطماطم وعلى الجريلة أو الصاج أو الطاصة أو الألاية على النار ونبدأ ننزل بها ونشوح بيكون اللحمة بتاعتنا صغيرة ويكون يفضل يكون دهن ضاني يكون الدهن بتاعنا ضاني من قطع تعطيع يكون رفيع بنفس التكرار ننزل أهم حاجة بيكون في السمين يكون التلتين لو عايزة حضرتك تعمليه سندوتشات أو ارغفة كاملة رغيف السمين بننزل بيه بنرغيفهم وعمله في ورق الزبدة وندخله الفرن بعد ما بتستوي حوالي خمس ده بالزبط بيتحمص معاه وبيطلع طعمه جميل جدا وبألف ونشفة لكم والحواوشي حواوشي الفراخ اللي سألنا برضو على حواوشي الفراخ الحواوشي بنجيب صدور الفراخ وبنقطع تقطيع رفيع اللي عصافيري تقطيع رفيع خالص وبننزل بمعلقة التون بودرة معلقة بصل بودرة وحوالي كباية من الزبادي واثنين معلقة من زيت الزيتون والبابركة والتوابل الجميلة بتاعتنا وننزل بيها في القلاب في القلاية وننزل ببصل ناعم وفلفل والطماطب حبية واحدة بس بالزبط ونشوحها بنفس التكرار هتطلع معاكم حاجة جميلة ومية في المية عملنا الكسكسي عملنا منه الحل والحادق عملنا بتركة بسيطة وسهلة في البلاد المغرب والجزائر تحية مننا خاصة ليهم طبعا مغرب والجزائر وتونس وليبيا يا رب يحفظ كل الشعوب العربية بعملوها بالصميت ودايما متكرر عندهم في عيادهم ومناسباتهم وفي كل يوم زي ما بنعمل الرز بالزبط في مصر بعملوها بالصميت بس لكن احنا النهاردة حبينا نديكم فكرة جديدة أو حاجة صحية مية في المية على مسؤوليتنا الخاصة نصف كيلو من الصميت نصف كيلو من الدقيق دربناها مع بعض مع رشة ملح دوبناها في شوية من المية بدأنا بالبخاخة أو بأيدينا وننزل نفرق في الدقيق والصميت لحد ما تكونت معايا حبيبات من غير ما يتعجن التركة الأساسية في الكوسكوسي إن هو يكون ما يتعجنش من حضرتك هو في المية بتاعته بالزياد ما يكونش مية زيادة أو أي حاجة بعد كده بنجيب المنخل السلك المنخل السلك متعدد طبعا في كتير بالأجهزة الإلكترونية بيكون فيه استلس وفيه ألمونيا وفيه اللي هو المنخل العادي بتاعنا بيكون الفتحات بتاعته واسعة شوية بنبدأ نبرم أو نفك الكوسكوسي بتاعنا يطلع معنا سنجل واحد حبيبات مخرزة كاملة بنلمها في شدة أبيض أو في قماشة بيضة كويسة نظيفة ونربطة ربطة كويسة بنحطها في حلة الكوسكوسي هو عبارة عن تلت يكون تلتها مية بس يكون التلتة مية والتلتين بيكون فضيين عشان بتعتمد على البخار عشان متعجنش مني من تحت ويطلع معايا مش مفلفل بنفس الطريقة أو بنفس التكرار بنفس الطريقة بتقعد حوالي ساعة ونص تقعد ساعة ونص فل على النار على نار عادية جدا يكون متوسطة بعد كده بننزل القصمة الأطفى الأولى بننزل بالأطفى عليها على الصينية بتاعتنا ونضيف عليها شوية من المية ومعلقة من السمن وبرضها ردة كاملة بدا وهي لسه سخنة وفكها كامل يكون الحبيبات متخرزة تخريص كامل بتاخد اللون الأصفر الدهبي من الحبيبات بعد كده بردها في الشاش أو في القمشة بتاعته تاني ونزل بيها على المية السخنة ونضيف معلقة صغيرة أو معلقة من الزبدة للبخار تطلع ريحة السمن البلدة طعم جميل جدا 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 في البتاع ده في الكوسكوسي بعد ما بيقعد حوالي نص ساعة تاني بيكون كتلة واحدة برده تاني بمعلقة من السمن بيكون خفيف سمن خفيف ملح خفيف في كل حاجة في أكله ويكون صح 100% تمام عملناه حلو وعملناه حادئ عملنا معاه الشربة الحمرة شربة البصل مفيدة جدا برضو ممتازة مع شربة البط بنزلنا البصلة قطعناها أي تقطيع زي ما أنتوا عايزين بتنزل تتحمر البصلة بعد كده بننزل بيها كباية من عصير الطماطم وننزل بشربة البط اللي المتحوجة معايا أو متتبلة معايا بالمستكة والحبهان ورق اللوري والبصلة والفلفل والبصلة والجزرة وحباية الطماطم تطلع شربة جميلة ولزيزة جدا بضفنا عليها الخضار الكوسة والبطاطس زي ما بيعملوها بالزط في الجزائر والمغرب أصنافها كتير وأشكالها كتير واتركاتها كتير بيفننوا بيها فيها في البني وفي الأصفر في الحلو المسفوف اسمه المسفوف في الحلو والحادق بالمكسرات أو بالحليب بتعملوها بتشكلات جميلة عايزة تحتفظ بيها حضرتك في الفليزر لأيام كتيرة بتقعد ما فيش أي مشاكل ما فيش فيها خميرة ما فيش فيها أي مادة إن هي تبوز مني بنحتفظ بيها في الكياز بتاعتنا وفي منها اللي هو اللي بيجي نص سوى اللي هو الجاهز بنسميه جاهز في الكياز بنضيفها برضو معلقة من الزيت وشوية من المية ونردها بنص التكرار اللي احنا اللي تحط على حمام المية أو بخار المية بتقعد حاجات بسيطة وسهلة ولزيزة أفصل حاجات بسيطة وسهلة ولزيزة إمكانياتنا حاجة على قدنا وبسيطة لكن شرحنا يا رب يكون بيصلكم بطريقة سهلة وانبسطة يا رب يجعل أيامكم كلها أعياد وكل سنة وانتوا طيبين شكرا جدا لكل قصة الصحة والجمال شكرا للأستاذ وليد عمارة المخرج بتاعنا الجميل وشكرا للمعدة الأستاذ صارة مصطفى وشكرا لعم عزب وشكرا لأستاذ سيد وشكرا لأستاذ محمد شكرا لأستاذ محمد مدير الاستوديو شكرا اليوم جدا الناس فعلا بتتعب معانا وشكرا لأستاذ جمال وشكرا لأستاذ جمال ونقوله ألف ألف مليون سلامة كان غايب علينا مبارح ألف مليون سلامة ليه شافاء الله وعفاه وربنا يديم عليكم وعلينا الصحة والعافية يا رب يكون برنامجنا وكلامنا يكون خفيفة على قلبكم خفيفة على جيوبكم يا رب نشوفكم كده بأحسن حال وفي أحسن صحة ليكم والأطفالكم والكل حبيبكم ويجعل أيامكم كلها فرح وسعادة شكرا للمساعدة جميل فوزي أشرف وشكرا لكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة